واحد تقول له عيسى عليه السلام ما بيملك النفع والضر يقول لك صاح تقول له عيسى عليه السلام ما بيخلق إلا بوحي الله بإذن الله يعني زي ما قالوا العلماء يقول لك أيها صاح تقول له الفكي ما عنده حاجة مع الله يقول لك انت خامسي وانت سادسي وأكان شيخكم ها مات في الحمام واحد من أعجب العجائب قال الأئمة الأربعة واحد جاهل كذا قال الأئمة الأربعة قال لما دارين يوزعوا المذاهب قال الرسول جاي ووزع عليهم وينجاب الإمام مالك على النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يا أخي النازي مسكينة والله شوال خرافات دي كيف قال كان قائد معام محمد بن عبدالوهاب طيب ده ما شرف ده مش شرف هزي وكضب كله كله كضب قال بعد شوالإمام محمد عبدالوهاب لما جاي وزعوا المذاهب قال مش هستير لما جاي راجع قال لي قايني توزعت قام قال لهم قام قال لهم شنو قال لهم أنا بعمل واحد تاني خامس يا كله نجر يا ناس نجنودة كله كذب ساكن والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله حنبله تابع للإمام محمد بن حنبل ما عمل له مساب براه فيمتة لكن لما انتجي تقول له العقيدة تلقى واحد يقول لك المالكي طريقة أو المالكي مذهبا الأشعري عقيدة السماني أو التجاني طريقة ليه ما تبقى مالك في العقيدة المالكي عقيدة المالكي مذهبا المالكي أي حاجة أبقى الإمام مالك أبقى زي عقيدة الإمام مالك وكل كلام باطل يا أخي كل كلام باطل فيمتة فده باطل يا ناس الناس المفروض تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر المفروض تحذر المسلمين في ناس كتار ما عارفين الحق في ناس بصدوم ولكن كثير من الناس يريد الحق ويسمع الحق فالواجب على الناس أن يبينوا هذه الأمور للناس وأن يحذروا المسلمين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى والبيحفل ده ده مصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبوا النسنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتبوه قالوا اليهود والنصارى قال فمن واحد تلقاوه يطبق السنة من أخوانه يقول لك اللابيتك زي باب الحمام ويتبقى بحمامك ما لما شرعي ما تسدوا للنهاية فهمتة ده لو يفترضنه يشتغل كده لكن يقول لك زي باب الحمام تاني يوم تجي تلبس لك ثلاث طربع كده ومرسوم فوق كديس وماعرف شنوه بونية يقول لك ده جونسينة يا سلام يا أخي يقول لك انت هو التمام يا ناس الحديث وينه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وين الحديث في متى تحلق على السنة على السنة يقول لك ده مولانا يجي واحد يقول لك تحلق كيف يا سلام ده زوج الشبابي الشغلة كلها كلها بيقات مبارية اليهود والنصارى الناس اللقام في حلاقاتهم كيف ميمار يا زوليتا انحنا السودانين ديلا انا اديك قاعدة ظريفة دينا السودانين ديلا ما نبشتين شعرنا يا شعرك ده قرقو دي ما زي نيمار شعرك ده زي هناك ده قرقو دي ما بينفع فيه واحد تلقى كاب ببيبسي وعسل نحل ما بيقوم الله ديك ديوات بور فيهمتا انت إلا ربنا يرحمك ويرحمنا كلنا جميعا ونخش الجنة نستمتع هناك في الدنيا كما جاء في حديث ثوبان في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة عندهم سوق عندهم سوق انت استمتع بالشغل دي ما لكم عنه ما اروا وسجمان فيهمتا قال فتسفي عليهم يقال لا ريح الشمال فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهليهم لبيوتهم في الجنة قال فيجدون اهلهم قد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم اهلهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا ويقولون لهم والله انتم بعدنا ايضا ازددتم حسنا وجمالا المبارأ فيمتا في طريقة اللبس واحد تلقاه بانطلون وناصل وقعد يصلي انت بيصلي كيف بيصلي كيف انت مش من شروط الصلاة ستر العورة واحد تلقاه واقع اليهنا قاش ما عندك ما تشتري قاش صار قيل ما عندك لما انتجي وقت الصلاة دي شوف لك صار قيل من اقرب كوش هنا او كوز بلاستيك او حاجة خلي صلاتك تمش فيمتا الشغل دي شغل عجيب يا ناس دي شنو ده واحد تلقاه مظاهر عضلاته كده والوضع يا انت الله يديك اللي كده ما بتقول لك حاجة الله يديك خليك زول تبع النبي صلى الله عليه وسلم والقوة القوة بالايمان ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما مشكلة ارفع حديد ما حرام لكن ما تقول تتبادل كده يا ما تتبادل يا ود الحلان الله يديك فنسأل الله سبحانه وتعالى يرد المسلمين اليه ردا جميلة بارك الله فيكم